اهلا بكم من جديد قالت دراسة لبركز الدولية للمعلومات حملت عنوان حياة اللبنانيين في خطر ان استراد الدوات رجع بنسبة 64% عن عام 2018 بعد تراجع استهلاكه عقب رفع الدعم عنها واشارت الدراسة الى ان عدد الاسر في المستشفيات انخفض الى 6000 نزولا عن 10000 وذلك بسبب الفواتير المرتفعة الدواء ليس متوفرا اذا فاستيراده تراجع في لبنان بحسب دراسة لمركز الدولية للمعلومات بنسبة 64% عن عام 2018 تراجع توضح الدراسة انه يعود الى انخفاض استهلاك الدواء بسبب ارتفاع اسعاره بعد رفع الدعم عنه الامر الذي قد يشكل خطرا على حياة اللبنانيين ممن يبحثون عن ادوية باسعار منخفضة بمعزل عن جودتها 7 من 10 ما بياخدوا دواهم بسبب السعر غير الاشخاص اللي ما بيلاقوا دواهم بيلاقوا الدوا بس ما بياخدوا بسبب سعره ما بيقدروا ياخدوا يعني اوضاع المستشفيات ليست افضل حالا شريحة كبيرة من اللبنانيين لم يعد لديها القدرة على دخولها بسبب ارتفاع فوتيرها ما دفع المستشفيات الى تخفيض عدد الاثرة بحسب الدراسة الى ستة الاف سرير بعد ان كانت تشغل عشرة الاف سرير قبل الازمة الاقتصادية ازمة دفعت اللبنانيين للتوجه الى المستشفيات الحكومية الصامدة رغم معاناتها مع الدولار الملتهبة اسعاره مش بس حتى الطبقة الوسطى اللي هي محلت اساسا حتى الطبقة الغنية صاروا عم يطلوا يجع على المستشفيات لان متل ما اتفضلت عم يطلعوا لبرة اذا ما عنده انشورنس بيدفع مبالغ مش بالعقل مبالغ فيها الاوضاع الصحية في البلاد باتت مصدر قلق لمستشفيات حكومية لا قدرة لديها على تحمل الاعباء وتواقم هاجرة البلاد واخرى تبحث عن فرص ومواطنون يدفعون ثمن الازمات فوتير الدواء والاستشفاء تضاعف معانات اللبنانيين وتهدد حياتهم معانات كانت قد بدأت مع ازمات اقتصادية ومعيشية عصفت بالبلاد قبل ثلاث سنوات وهي مرشحة للتفاقم مع تدهور الاوضاع وغياب الحلول علي رباح العربي بيروت وللمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت البحث في الدولية للمعلومات السيد محمد شمس الدين أهلا بك سيد شمس الدين معنا سيد شمس الدين ما هي العناصر التي قمتم بدراستها ودفعتكم للتصريح والقول بأن حياة اللبنانيين في خطر مساء الخير لك مساء الخير للمشاهدين طبيعي أجرينا دراسة عن حركة استيراد الدواء وكذلك حركة تصنيع الدواء محليا وتبين لنا هذا الانخفاض الكبير بالكميات انخفضت من 10 ألاف طن من الأدوية إلى 6 ألاف طن من الدواء وكذلك تبين لنا أيضا من خلال ما يأتي به اللبنانيون من المعيب أو من المؤسف أن تكون هدية المسافر القادم إلى لبنان هي هدية دواء وليس علبة عطور أو غيره من الأمور اليوم نحن في أزمة حقيقية وصحة اللبنانيين في خطر أريد أن أضعكم في صورة الواقع الذي نعيشه هناك فقط 15% من اللبنانيين لديهم القدرة على الطبابة والاستشفاء إما لأنهم يملكون أموال طائلة أو لأن لديهم عقود تأمين مع شركات خاصة أما نسبة الـ 85% الأخرى فتعاني هناك 40% من اللبنانيين لا يتمتعون بأي التغطية صحية سوى ما تقدمه وزارة الصحة العامة والميزانية المخصصة لاستشفاء هؤلاء هي 43 مليون دولار فقط ونسبة الـ 45% الأخرى هم من المضمونين إما بتعاونية موظفي الدولة أو بالضمان الاجتماعي لكن هؤلاء إذا دخلوا إلى المستشفى يتحملون تقريبا 90% من الفاتورة لأن الجهات الضامنة تتعهد بتسديد نسبة 10 إلى 15% إذن هناك معاناة من 85% من اللبنانيين لذلك نحن نتوقع مع الأسف ارتفاع في أعداد الوفيات في السنة القادمة في حال استمرار المنحة الحالي لأن اللبناني لا يقدم على دخول المستشفى لأن لا قدرة مالية لديه كما أنه لا يقدم على شراء الدواء نظرا لارتفاع سعره بشكل غير مسبوك فكلفة الدواء البسيطة جدا أصبحت توازي 20 دولار وهذا مبلغ ضخم بالنسبة لللبنانيين سيد شمس الدين كل الذي حدثنا عنه الآن كيف يوثر على حياة اللبنانيين قلت لك أن اليوم المريض يتردد بالزهاب إلى المستشفى ربما يعاني المرض وربما يصل إلى حافة الموت أو الموت لأنه لا قدرة له المستشفيات اليوم كانت تتسع لعشرة آلاف شرير تم إغلاق عدد من المستشفيات تم إغلاق عدد من الأقسام في المستشفيات فانخفض عدد الأسرة إلى 6 ألاف شرير نسبة الإشغال هي فقط 50% يعني هناك فقط 50% يعني نحكي عن 3000 مريض في حين أنه بالفترات الماضية كان يصل العدد إلى 7 أو 6 ألاف مريض إذن هناك تقريبا نصف المرضى لا يتمكن من دخول المستشفى لأن كلفتها عالية وهذا مع الأسف قلت لك سيترجم بتفشي الأمراض والخوف أن نصل إلى الموت لأنه لا قدرة على تحمل هذه الكلفة فتصوري مثلا نحن اليوم نرى في الصيدليات عشرات المرضى يذهبون عندما يجدون أن السعر مرتفع يهجمون عن شراء الدواء وبالتالي فهم يتفاقب مرضهم وربما يصل بهم إلى الوفاة طيب ما حشم الإنفاق الحكومي لقيتار كما هناك مسألة مهمة يجب أن لا نغفل عنها تفضل نعم هناك مسألة مهمة يجب أن لا نغفل عنها وهي هجرة الأطباء فنحن مثلا منذ بداية الأزمة في العام 2019 وحتى اليوم سجل هجرة نحو ألفين طبيب ونحو 2500 ممرضة إذن هناك نزيف في الكادر الطبي خاصة كادر الطبي المميز والمهني الذي يجد بسهولة فرص عمل في الخارج فنحن اليوم بدأنا نعاني في عدد من المستشفيات من نقص في أطباء باختصاصات معينة أعود إلى سؤالك عن حجم الإنفاق الحكومي الإنفاق الحكومي اليوم مقيما بالدولار هو ضئيل جدا لا يزيد عن 150 مليون دولار وهو مبلغ بسيط جدا قياسا بالفاتورة الاستشفائية قبل الأزمة كانت الفاتورة الحكومية للاستشفاء تناهز 800 مليون دولار واليوم انخفضت إلى 150 مليون دولار عليك أن تقارن بين الرقمين لتدرك حجم المعاناة التي يعانيها اللبنانيين الذين يتمتعون بطاقتها حكومية تصوري مثلا الاستشفاء العسكري الضمان الاجتماعي تعونية موظفي الدولة كلها كانت توفر استشفاء لائق اليوم عاجزة لا توفر سوى نسبة 10 إلى 15% من كلفة الاستشفاء طيب ما المقصود بالانفاق الغير المجدي وما هي البداء للانفاق المجدي بنظركم الانفاق غير المجدي نحن مثلا علينا أن نعود إلى تمويل الصناعات الدوائية المحلية فحجم الصناعة المحلية هي فقط 50 مليون دولار ونحن نستورد بنحو 400 مليون دولار إذا أنفقنا أو أمننا قروض للصناعات الدوائية ممكن أن نخفض كلفة الدواء وبالتالي نسمح لشرائح كبيرة من اللبنانيين بشراء هذا الدواء كذلك هناك كان سياسة خطأ بالتوسع بإنشاء مستشفيات وأسرة وأنفقنا عليها وتجهيزات طائلة جدا ففي لبنان اليوم 139 مستشفى تضم 10 ألاف سرير الحاجة ليست إلى هذا العدد الكبير خصوصا وأنه تم إنفاق مبالغ طائلة على هذه التجهيزات التي لا حاجة لنا بها فإذا كان هناك في المرحلة الماضية تبديد لأموال على قطاع الصحة والاستشفاء لا نحتاج إليه اليوم وصلنا إلى الأزمة وعلينا أن نبحث عن بدائل البدائل قم قلت لك تشجيع الصناعة الدوائية أعادة تجميع المستشفيات للحد من الكلفة التشغيلية وأيضا توفير الكهرباء لأن هناك نسبة 15 إلى 20% من نفقات الاستشفاء هي على الكهرباء لأن الكهرباء غير موجودة في لبنان تأتي ساعة أو ساعتين في اليوم وبالتالي تعتمد المستشفيات على المبالدات الخاصة فتوفير أو إعطاء الأولوية للمستشفيات وتوفيرها بالطاقة الكهربائية سيقلس الكلفة وبالتالي سيسمح للمواطنين بالاستشفاء في هذه المستشفيات وأنا أقول المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة طيب هل هذه الحلول التي ذكرتها الآن هل سيتم تطبيقها في الفترة المقبلة لإنقاذ القطاع الصحي أنا لا أرى مبادرات في هذا المجال أرى أن هناك حالة من الاستسلام والقبول بالواقع الحالي لبنان في أزمة منذ أربع سنوات ولم نرى أي مبادرة للإنقاذ في أي قطاع من القطاعات المنهارة لا الصحي ولا المياه ولا الكهرباء ولا القطاع النقدي إذن أرى هناك نوع من الاستسلام من اللبنانيين والمسؤولين على حد سواء وهذا ما يدفعني إلى اليأس من أي آمال في المستقبل مع الأسف الحلول موجودة لكن المسؤولين لا يقدمون عليها لغيات لا أعرفها مع الأسف الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين شكرا لك